اشتركوا في القناة اقوى من رائحة الفل واقوى من رائحة زهور البرتقال وهي بيكون زهور بيضاء صغيرة لها رائحة قوية جدا ونتعرف دلوقتي على اشكال البزور وامتى انا اجمع هذه البزور فتابعونا ده نبات الموريا او نبات المرايا وقد انتج بعض البزور الخاصة بهذا النبات طيب في عندي بزور ما زالت خضراء وبزور اخرى تحولت الى اللون الاحمر انا امتى بجمع هذه البزور بجمعها عندما تتحول الى اللون الاحمر لكن في الحالة اللي بيكون فيها ما زال اللون اخضر ده بزور غير ناضجة بنتظر حتى يتم نتجها طيب البزور ده عبارة عن ايه عبارة عن حاجة نسيج سامري جواه بزرة او بزريتين داخل هذه الحبة لكل حبة داخلها بزرة او بزريتين بيتم الاكثار هذا النبات اللي هو الموريا او المرايا عن طريق البزور بشهر مايو او ممكن من شهر اربعة وحتى نهاية شهر ديسمبر طيب نهاية شهر ستة طيب البزور ديت بجمعها امتى عندما تحول اللون الى اللون الاحمر فقط لكن في حالة مايكون البزور لونها الاخضر مازال كده دي كده بزور غير ناضجة ولا يتم جمعها في هذه الحالة طوافنا بكم اليوم حول اشكال بزور نبات الموريا او المرايا وامتى انا بجمع هذه البزور وامتى بزرعها عملية الزراع بتكون بشهر ابريل وحتى نهاية شهر ستة بنتوقف عن عملية الزراع عندما تشتد درجات الحرارة بالصيف دمتم بامان الله ورعياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى